بطوة مهمة تسعى من خلالها وزارة الصحة لتعزيز مفهوم الغذاء الصحي والحفاظ على الصحة العامة لكافة أفراد المجتمع حددت الوزارة بعض المنتجات التي تم منع بيعها في المقاصف المدرسية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأوضحت الوزارة أن منع هذه المنتجات جاء نتيجة ضررها على صحة الطلاب مشيرة إلى أن هذا المنع جاء بالتنسيق مع وزارة التعليم فيما أهابت الوزارة بالجميع التعاون معها بالاتصال على الأرقام الموحدة للتبليغ عن المقاصف المخالفة لقيت دعوة الصحة للإبلاغ عن المقاصف المدرسية المخالفة تفاعلا كبيرا حيث تلقت الوزارة 767 بلاغا منذ بدء العام الدراسي الحالي وتأتي خطوة الصحة تفعيلا لمهام الصحة المدرسية وإسهاما في الحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس إلى جانب تعزيز الوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي